جيميناي 3 برو أصبح متحد الوقتي للاستخدام وهو النسخة الثالثة من جيميناي وجاية بتحديثات كبيرة جداً هتغطي على أغلب نمازج الذكاء الاصطناعي خلينا نتعرف على الميزات الرئيسية وهقولك إزاي تقدر تستخدمه قبل ما ينزلك داخل جيميناي على الموبايل أو الابليكيشن أو الموقع بتاعهم تقدر تستخدمه بشكل مجانب الكامل الميزات الرئيسية اللي جيه بيها جيميناي 3 إنه هو قدر يحقق 90% في اختبار الـ M-M-L-U وده اختبار صعب جداً بيقيس الفهم العميق والتفكير المنطقي والقدر على حق الأسئلة في مجالات مختلفة زي القانون والطب والفيزياء والتاريخ فقدر يحقق فيه 90% وقدر يحقق 37.5% في اختبار Humanity Last Exam وده اختبار تاني أصعب معمول عشان يقيس التفكير العالي والتحليل الذكي والقدر على الإجابة على أسئلة مصرية معقدة بالإضافة لكده إنه هو أصبح قادر على معالجة النصوص والصوت والصور والفيديو مع بعض وحقق فيهم نتائج توصل لـ 87% وده أعلى من أغلب النمازج طبعاً ووضع الـ Deep Sync والده كان موجود قبل كده اتحسن والمميز أكتر إنه هو بقى قادر يعالج أكتر من مليون رمز مرة واحدة كمان أصبح متقدم جداً في البرمجة في حقق 54.5% في اختبار الـ ELO وكمان جه أفضل في البرمجة المتقدمة في حقق 54.5% في الـ WebDev Arena وده قدرته تحسنت أكتر في بناء المواقع زي المطورين المحترفين نظام الـ ELO ده حاجة زي الشطرانج كده بيقس قوة اللاعب أو هنا قوة النموذج في حل المشكلات والمقصود بها هنا إنه هو أصبح قادر على حل المشكلات البرمجية بشكل أكبر كمان اختبار الـ Terminal Bench وده اختبار بيحاكي الـ Terminal الحقيقية وبيشوف النموذج يقدر ينفذ أوامر تقنية معقدة ولا لا وهنا مقارنة بين Gemini 3 Pro و Gemini 2.5 Pro هلأ هنا عندنا نافذة السياق بقت من 1 مليون ل 2 مليون رمز هو تم إصداره الشهر ده وكمان التكلفة للـ Tokenز بقت أقل بكتير عن Gemini 2.5 وده بيخلي المفروض أن أسعار لاشتراكات تقل والاستخدام يكون أكتر يعني زي ما حضركم شايفين الناس اللي كانت بيستخدم الـ EBI بتاعتي 2.5 كان بيستهلك للمدخلات لكل مليون رمز دولار وخمسة أو 20 سنت الوقت بقى هيستخدم 10 سنت بس وهنا زي ما احنا شوفنا اختبار الـ Humanity وكمان اختبار الماثرينة والـ MMMU Pro وكمان نفس الاختبار لكن للفيديو والبرمجة ووضع Deep Sync بقى هنا مدمج بشكل تلقائي زي ما حضركم شايفين هو فيه تقدم كبير عن نسخة الـ 2.5 من Gemini هنا لو جينا لقارن Gemini 3 مع GPT-4 فهو متفوق على GPT-4 في كل حاجة تقريباً سواء كان في الإجابة على الأسئلة الرياضية النصية أو اختبار الفهم العميق والتفكير المنطقي والقدرة على حل الأسئلة في مجالات مختلفة كمان هنا متفوق على المعرفة لأنه عارف أحدث الأخبار لحد نوفمبر 2025 بعكس GPT-4 وبعكس Claude وكمان متفوق عليهم في نافذة السياق أنه بقدر يتعامل مع أكثر من مليون Token هنا رسم بياني بيوضح لك الفرق بينهم هنلاقي هناك Claude 2 و GPT-4 جيناي 3 برو جي متفوق على جيناي 2.5 في كل حاجة تقريباً هي نفس الحاجات اللي احنا قلناها دلوقتي فبلاش عشان ما نضيعش وقت الفيديو لكن هو عملها في شكل رسم بياني خلا نشوف هنا المقارن مع GPT-5 هنلاقي نافذة السياق برضه بتاعت Gemini 3 قادر يتعامل مع مليون Token GPT-5 بتعامل بس مع 500 Token كان جي موناي 3 قادر يتعامل مع النص والصورة والفيديو GPT-5 بتعامل بس مع النص والصورة والصوت انشاء الصور مدمج داخل جي موناي استدلالات MMLU في جي موناي 3 90% في جي بي تي 5 88.5% في برمجة Human Evil 74% GPT-5 72% كمان بالنسبة لتكلفة الاستخدام فجي موناي 3 أرخص من GPT-5 فهو بياخد 10 سنت إلى 40 سنت لكل مليون Token GPT-5 من 15 سنت إلى 60 سنت لكل مليون Token والخلاصة هو تفوق على جميع النماذج في معايير MMLU والهيومان ايفل وأفضل كمان في أداء المهم المتعددة بتحسين كبير في استدلال الرياضي وكمان قدرة متفوقة في Deep Sync وكمان قدرات متقدمة زي Deep Sync اللي بقى مدمج تلقائي مش لازم انت تفعله ونفسة سياق طويلة دي يقدر يستخدم أكتر من مليون Token وأقل تكلفة بـ 22.5 مرة مقارنة بجميناي 2.5 برو وأفضل في نموذج البرمجة الوكيلية وتحسن كبير في أداء المهم بنتيجة 54% ودي مقارنة بين جميناي 3 برو وجميناي 2.5 برو هلأ عندنا أن تفوق في البرمجة 10% وتفوق في الفهم الوسائط المتعددة 13% وتحسن في الأسئلة الرياضية 23.5% وكمان تحسن في الاستدلال والتفكير 18.7% ده مقارنة بين جميناي 3 وجميناي 2.5 هنا نفس الرسم البياني بيوضح نفس النسب تقريبا ولكن دخل فيهم GPT5 فألاحظ أنه أقل في كل حاجة هي نفس البيانات اللي احنا شفناها من دلوقتي لكن على شكل رسم بياني هنا بيديك بعض التطبيقات العملية لجميناي 3 برو هو يبقى يقادر أنه يتعامل فيها بشكل كويس جدا ويحقق فيها نتايج كويسة زي إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي وتطوير مساعدات التعليمية تقريبا جوجل بستسهدف الحلقة التعليمية أكثر من أي حاجة تانية تحويل المحاضرات الطويلة لملخصات توليد تمرين وأسئلة في البحث العلمي تحليل كميات هائلة من البيانات البحثية كمان القدرة على تلخيص الأوراق البحثية الطويلة والمعقدة كمان مساعدة البحثين في صياغة الفرضيات وتصميم التجارب إنشاء تصورات بيانية متقدمة كمان بالنسبة للبرمجة أصبح قادر على إنشاء تطبيقات كاملة من وصف طبيعي مساعدة المطورين في تصحيح الأخطاء وتحسين الكود وكمان تطوير واجهات المستخدم وأتمته عمليات التطوير عبر الأوامر الترفية هنا مجرد توقع وخارطة لطريق نموذج جيميناي مع الأيام الجاية طبعا إحنا دلوقتي مع إطلاق جيميناي سري برو أصبح قادر على التعامل مع مليون توكن اللي هيتم تطويره مع السنوات اللي يوصل لـ 2028 هيكون قادر للتكامل مع الروبوتات بشكل كامل وهنا دي بعض المصادر اللي جبنا منها البيانات في المقارنة بين جيميناي سري وبين الأدوات التانية عشان تقدر تستخدمه كل عليك إن انت تروح على AI Studio هتلاقي متاح فيه دلوقتي جيميناي سري برو في وضع الـ Preview الإطلاق المسبك اللي تقدر تستخدمه بمجرد ما تضغط عليه كده مباشرة هتلاقيه متاح معك وهتلاقي نفس الأدوات الأسسية اللي كانت متاحة في جيميناي 2.5 تقدر تجربه بقى وتسأله بعض الأسئلة وتشوف قدرته على التفكير وإجاباته وممكن تستخدم جيميناي 2.5 من داخل موقع جيميناي العادي هتلاقي متاح عندك لسه الـ 2.5 البرو أو الـ 2.5 الفلاش اللي هو النسخة القديمة لكن هو دلوقتي داخل جوجل AI Studio هتلاقي متاح جيميناي سري برو بمجرد الضغط عليه كده أنت دلوقتي تستخدمه تقدر تجربه وتقارن بينه وبين جيميناي 2.5 وتشوف الفرق بينهم وهل فعلا فيه تحسن في الأداء زي وهم بيقولوا ولا لا طبعا أسيب لك جميع الروابط اللي كلمت عنها في الوصف تقدر تنتقل إليها كان معاكم أحمد من قناة منستر المعلومات وسلام وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستر المعلومات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته